النهاردة الرئيس اجتمع مع دكتور مصفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال ان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية والمشروع القومي للطرق والمحاور ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى بالإضافة إلى مشروعات متر الأنفاء دعونا نرى هذا التقرير ونرجع مرة تانية اجتمع سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى بالإضافة إلى مشروعات متر الأنفق وقد وجه السيد الرئيس باكتمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجاري تشييدها قبل افتتاحها وكذا على المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها مثل الطريق الدائري وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض خلال هذا الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة خاصة جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية والخطط المستقبلية لتطوير أسطول وحداتها المتحركة ونظم التشغيل الخاصة بها بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للخط الثالث لمتر الأنفاق كما عرض السيد وزير النقل مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة وكذلك خط مونورال العاصمة الإدارية لربطها بمدينة السادس من أكتوبر مرورا بمختلف أحياء وضواح القاهرة وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة فضلا عن تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكبار الجديدة بمختلف المحافظات كما عرض السيد وزير النقل المشروعات الخاصة بإنشاء شبكة محاول رئيسية متكاملة على نهر النيل بما في ذلك مشروع إنشاء محور خزان أصوان الحر البديل لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة